السلام عليكم اعزائي طلباء السلام عليكم نواصل حل تبني 3 من باكالوري 2008 توقفنا السؤال 3 ألف حل معادلة لأفليك سوى 0 كانت معادلة من درجة ثلاثة خرجناها من المشترك X أصبحت قوس في قوس سوى 0 معناها قوس اللوي سوى 0 قوس الثاني معناها X مربع نقطة ثلاثة معادلة من درجة الثانية استعملنا الدالتا خرجنا حلان ناقل جدير ثلاثة وزائل جدير ثلاثة معناها المعادلة لأفليك تقبل حمل حل ثلاثة حلول وما الحلول هذا الصيفر للقناة في الأول والحلان هذا ناقل جدير ثلاثة وزائل جدير ثلاثة معناها ثلاثة كون صح رعا نكمل السؤال باكالك استنتج ان CF يقطع محور فواصل في ثلاثة نقطة يطلبوا تعيين احداثية كل منها معناها يحوص النتيجة زينا تكون عندك ثلاثة نقطة احداثية فواصلة وترتيب تعواش نازم تهم السؤال CF يقطع محور فواصل تلميل على باله بالليه كينا قاعدة تعيين نقطة قاطع سئة مع حمل محور فواصل قاعدة واش تقول تقول لك فلي اكس يوزر المعادلة فلي اكس نحل المعادلة فلي اكس يوزر تنتبه باللي هذا السؤال نفسه أنا حلين المعادلة فلي اكس يوزر وش معنتها؟ معنت النتيجة تحذي هذيك تفضفها بش سؤال يغانى فيه هذو ايش مثلنا؟ يمثلنا الفواصل والترتيب وشن هي؟ الترتيبة هي زيرو معنت الفاصلة اللولة زيرو معامل مع الترتيبة زيرو الفاصلة الثانية نغدير ثلاثة مع زيرو فاصلة الثالثة زائد ثلاثة مع زيرو اذا وش نكتب هنا؟ نكتب المنحنة CF يقطع وش معنتها حامل محور فواصل CF معتها المنحنة تقاطع المنحنة حامل محور فواصل يساوي سميت نقطة قادة الاولى سفر سفر هذو كامل سفر دائما ترتيبة زيرو يكون محور فواصل ترتيبة زيرو الفاصلة اللي ولصبناها فاصلة الثانية نغدير ثلاثة والفاصلة الثلاثة زائد أنا نعاود قلنا الزيرو لأن CF يقطع حامل محور فواصل والزيرو هذا الحل المعادلة نغدير ثلاثة حل ثانية المعادلة وجد ثلاثة هو حل ثلاثة حل ثلاثة المعادلة رأي السؤال جيم كتابة معادلة المعادلة دائما منحني CF عند النقطة ذات الفاصلة معادلة المعادلة حل ثلاثة كما رأينا زائد هنا ناقص وهنا نظر هذه المشتق وهذه الدلة عادية الاف يطني الفاصلة طي هالي شحال صفر نحيئة نعود بزيرو اب زيرو اب زيرو اب زيرو اكس يبقى مجهول معانتها تبسط لها شوية فتحها لزيرو على البداية بالعادة ناقص زيرو عادة ناقص زيرو خمسة ثلاثة ناقص زيرو ثلاثة معانتها اكس ناقص زيرو هي تبقى اكس تبسط لها فلزيرو ماذا ما حسب تواجه نجيبه نحسبه فلزيرو وحبي كلها فلزيرو وحبي كلها نجيبه فلزيرو نجيبه من دلل العادية اما فلزيرو نجيبه من دلل الم arth山 تبقى قدامك دلل الميصطقى ودلل عادية ويأتعوذ بزيرو فلزيرو وشوا يقفوه 0 مكعب ثلاثة في سفر 0 مكعب ثلاثة في سفر سفر ثلاثة في سفر كانت فلزيروını substance فلزيرو كانت فلزيرو نجيبها من دلل المشتقة هذي دهلمشتقى تحصلون عليها في سؤال الثاني نكتب 3 صفر موربع ناقص ثلاث. حوات اكس زيره صفر موربع صفر. صفر في ثلاثة صفر. تعطينا الصفر ناقص ثلاثة و شيف يساوي? صفر ناقص ثلاثة مسبوق بناقصتك ناقص ثلاثة. ما عند افت حالي زر руч حد جساوي ناقص ثلاثة. نعودل مشتقى فلما عدنا ماز نكتب. دالتازل نقطات اي جراج يا ساوي. افتح قوس عندك ايكس زائد افل زير روح حصبنا صيفا. تبسط هاش يبقى? ما عندك تحت تبسط. ايقرق ساوي ناقص لتا ايكس. وش ما الشكل? من الشكل دالة خطية. البي ما كاش البي را هو زارو ها هو ب. زارو. والا هو ناقص لات. معامل توجيه نسموه هذا معامل توجيه هو سالب سالب معدها متناقصة. وما كشف البي معدها خطياتها مر منها المبدأ ذوق نرسموه. صح. تقومنا روحو. روحو السؤال اللي اعليه. قال لك دراسة وضعية منحانة سي اف. بالنسبة الى الدلتا. هذا السؤال الجديد تلميلا ممكن ما نعرفوش. اه هو جاليه على الشكل فكرة تصيبها في الباكالورياء. تمرين باكالورياء 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 طواج ديمترال. دونك هنا عندي القاعدة نعرفوها قبل. لتحقيق احنا بوعنا لازم سؤال منحانة سي اف. بالنسبة الى الدلتا. الوضعية لابوزيسيون. المنحانة. المنحانة سي اف كيف صبنا. صبنا متزايدة. متناقصة متزايدة. اما الدلتا شكون هو مستقيم. يامر ممدأ مستقيم. يجي هكا. يامر ممدأ متناقصة. صح. انا نحاوس وقتاش المنحانة يكون فوق دلتا. ولا منحانة تحت دلتا. كينا قاعدة وجد قول. ندرس اشارة الفرق افلي ايكس ناقص ايجر. شكون هذا الفلي ايكس. افلي ايكس العبارة في بداية التمرين. وشكون ايجر. معادلة المامات خطوص قديد دلتا. هي ايجر. معادلة المامات. والسي اف عبارة تعهو افلي ايكس. الواحدة عندها عبارة تحها. اذا كان الفرق موجب. قد تكون وضعية تي اف فوق دلتا. اذا كان الفرق سالب. وضعية تي اف تحت دلتا. اما اذا كان الفرق معدول مع تسي اف يقطع دلتا. سمعنا الدكار بخوم يوم موشن ديرو. نحزب الفرق افلي ايكس ناقص ايجر. نجيب عبارة افلي ايكس. بين قوسين. طريب بداية التمرين. ايكس مكعب ناقص تاتة ايكس. نوضع القوس. ناقص على القانون. ايجر. شكون هو معادة من الماس اللي قيناه دكار. لنها ناقص تاتة ايكس. نوسط لنناقص ناقص ايجر. ناقص معناقص ايجز. ايجر ناقص ايجز ايجز. ايجز ايجز هناك ستلاحظ بغضع القيمة متعكسين في الاشارة. عندما ترحوا الغد antioxidants. ما إذا مش احترجت هل millones خواهز هناك ما اختران خواهز هناك؟ ايجر حالياahahaha Okay importante. انتش البس فرق و لا يكون هذا ما اضع ايجور هؤ podiaجر bla Anders انتش surprises. اشارة الفرق وايط للغض ايجور في هذه ايجور معنقص هكرة. سوف ايجوcar تقول لي الأس يسوي ثلاثة فردي. إذا كان زوجي مع أنت مباشرة تقول بلي هذا موجب. علش؟ علبنا بلي أي قوس دلو مربع دائما يكون موجب. كيف يكون سالب. صح؟ كيف يكون الأس فردي يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب. يقدر يكون يجوز عليه المثالب ما الموجب ما تسالب. فش نديره؟ الأس ثلاثة إذا كانت فردي نحي الأس. كيف نحي الأس وش يبقى لك؟ يبقى لك إكس. إذا كيف تدير؟ يجدوا الإشارة. إشارة الفرق والن. إكس مكعب نحينا المكعب قد. إكس. لك هذا فش مضرب هنا في واحد. وقدامه كين زائد زيرو. علش كتبناها كهية؟ بش هل هي من درجة أولى إلى درجة ثانية إلى درجة ثلاثة. وللقصة إنها واحد أي من الشكل إكس زائد بي. معانتها أي من درجة أولى. الأي يساوي واحد موجب. والبي يساوي زيرو. صحة. لك أتفكر كيف يش نديره إشارة عبارة من درجة الأولى. كنا نديره الجدول ناقص ما لا نهاية زائد ما نهاية. هنا القيمة التي تعدم العبارة. وهنا نديره نفس إشارة أ عكس إشارة أ. شكون أ؟ آ واحد. موجب معانتها النفس وش ندير؟ موجب معانتها زائد. عكس إشارة أ هنا عكس الموجب هو سالب. وانا وش نديره القيمة اللي تعدم لها العبارة هذي. أحكم العبارة تعنا وش كون هي عبارة إيكس ديرها تساوي زيرو. تقولي هنا مكاحتة تبسيط. معانتها إيكس يساوي زيرو وحطاها هنا. معانتها وش ندير؟ درجة وش نتقراها. من نقص ما نهاية الصفر. إشارة الفرقة التالية وش به سالب. عند الزيرو تنعادم. من الصفر زائد من إشارة الفرقة التالية وش بهها؟ موجب. إذا كان فرق موجب بش معنى؟ تكتب هنا درجة الخانة أخرى الوضعية. كي يكون فرق موجب بش معنى؟ الوضعية cf فوق دلت. اكتب له cf فوق دلت. وهنا هيوش نكتبه? cf تحت دلت. علاش؟ لأن الفرق سالب. cf تحت دلت. عند الزيرو كين عادم هنا. معانتها 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 معانتها. تكتب cf يقطع دلت. وين؟ في النقطة. في النقطة. اش حال هذي صفر؟ صفر. علي فاصلة. وش يبقى لك ترتيبة؟ او الترتيبة صفر مكعب نقص ثلاثة في صفر. قطعك صفر نقص ثلاثة في صفر. معانتها وين يتقاطعه في المبدأ؟ فهذه الوضعية ما فيها هو الفرق. وش الفرق هل هو موجب ولا؟ سالب. يبقى للإنشاء. يبقى للإنشاء يجب تغيرات. اضعوا قدامك. صفرناها متزايدة. متناقصة متزايدة. عين الفاصلة ناقص واحد مع زوج. ناقص واحد مع زوج. واحد مع زوج. واحد مع زوج. هاي جهنا. ونقة الثقاطعة صفرناها. صفرناها زيرو مع زيرو. معانتها جهنا. وصفرنا الثاني ناقص زر 3. ناقص زر ثلاثة هي ناقص 1-7. معها زيارة وجه نائر. وجذر ثلاثة هي واحدة سبعين الجه نائر. ونجي نقرأ. متزيدة تماما حتى نقص واحد زوج. وعلي نقص واحد زوج هاي. فيما تجي الجز على هذا الجهاد. ومن بعد. نقص واحد زوج للواحد نقص زوج وش به نهاد? نقص واحد زوج بالواحد نقص زوج وش به نهاد؟ واحد نقص الزوج هاي مع نحتها ومر من المبدأ وجيها كاية ومبعد تطلع الجزعة الواحد تطلع الجزعة الهذا وطرح الزي الماني هذا هو الملحانة تاعك CF يبقى لك نقص 3X يقرأك نقص 3X خطية تمر من المبدأ 00 عين نقطة اخرى عوض بواحد تعطيك نقص 3 عوض اكس بواحد واحد في نقص 3 عين واحد نقص ثلاثة وينجي واحد نقص ثلاثة جيل تحتنا وتمر عن المبدأ لذلك يطيح لك هاكاية هذا هو دلتا تاعك سهلا مهلا جدوا التغيرات نتبرج نقطاتنا خطية نقطة واحدة تكفيز زوجة دائما نظر من المبدأ 007 عوض بواحد تطيك نقص ثلاثة هذا هو ثمانين ثلاثة باق دميلويت اي سؤال والله خليهولي في تعليق ان شاء الله تكونوا فهمتوا ببك السلام عليكم موسيقى